اشتركوا في القناة القمر ما زال موجود في منزلة النعائم وهي للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة 12 و42 دقيقة منتصف الليل ليل 22 على 23 تسعة يعني بعد بث الحلقة لا ينتقل بعدها لمنزلة البلدة وهي للثبات والربح والسلامة ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة 11 و16 دقيقة مساء بتوقيت جرينج عما بالنسبة للقمر فما زال موجود بالقوس حتى ساعات المساء فمنشعر بابتهاج ومنجد الناس أكثر مرحا ومننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا إلى عالم الفلسفة والدراسة الدينية كما من ميل للترحال والسفر والرياضيات أو الرياضة والمغامرة بوسعنا اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواية ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد مكان ما أما بالنسبة للزوايا الفلكية فعنا أول زاوية هي زاوية التثليث إيجابية بين القمر والزهرة رح تكون في تمام الساعة الثلاثة وثلاثة وثلاثين دقيقة صباحا هاي بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وابداعهم وهاي زاوية جيدة لكل أمور التجميل إن كان قص شعر أو عمليات تجميل أو التجميل بكل أنواعه حتى شراء الثياب الجديدة الجميلة برضو بتكون مناسبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية بين القمر ونبتون وراح تكون في تمام الساعة 24 دقيقة صباحا بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا ومنعتمد بمشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية بين عطارد وبين زحل وهاي من الزاوية التي ذكرناها بالتوقعات الأسبوعية راح تكون في تمام الساعة 10 أو 37 دقيقة ظهرا بتجعلنا بنجد صعوبة في تحليل الأمور بسبب التعب والقلق والحذر وبرضو بتخلي الأشخاص يميلوا للكآبة وبيحد من الخيال وبيجعلنا شاردي الذهن ومتقلبين وبيعرض بعض الأشخاص للإرهاق وبيضروا بالصحة طبعا عطارد حكينا هو العلاقة بالاتصالات والمواصلات وبما أنه تأثير الدولي وعطارد معناته هنا منحكي عن الصحافة عن الإعلام عن التاريخ عن الهجوم الإعلامي المبرمج عن المعلومات المغلوطة عن أشياء العلاقة بالتزوير في التاريخ عن إخفاء الحقائق يعني أشياء من هذا القبيل طبعا مننشط بالفترة هاي أو زي ما أنتوا شايفين أنه نشيطة بالفترة هاي كثير على المستوى الإعلامي أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التزديس إيجابي بين القمر وعطارد راح تكون فيه تمام ساعة 33 دقيقة بعد العصر نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة أما بالنسبة لآخر زاوية هي زاوية التتليث إيجابي راح تكون بين القمر والمريخ راح تكون فيه تمام الساعة 5 و 31 دقيقة مساء فبتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة طبعا بعد هاي الزاوية مباشرة بصير خلو المسار للقمر بيستمر خلو المسار هذا من الساعة 5 و 31 دقيقة مساء وحتى تمام الساعة 11 و 15 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج وخلو المسار يعني أنه هاي بتصير لما بنتقل القمر من برج لآخر وما بشكل زوايا مع الكواكب فعشان هيك بتصير هاي فترة اسمها فترة سلبية لأنه القمر بصير خالي المسار يعني بمعنى بشكل جزوايا فهاي لا تصلح لأي خطوة جديدة مهمة في حياتنا وبشمل هذا جميع الموليد دون استثناء يعني بس أنه إحنا نكمل الأشياء اللي كنا عاقدين النية عليه أو متفقين عليه ما قبل خلو المسار ولكن في فترة خلو المسار ما تبدأوا بأي شيء جديد طبعا عمر القمر القمر الهلال ستة أيام في تمام الساعة تسعة وستة وخمسين دقيقة صباحا بيصبح سبع أيام نسبة الإضاءة خمسة وأربعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم اثنين وعشرين عشرة المزاج سعيد بنسبة خمسة وأربعين في المية القمر في القوس حتى يوم ثلاثة وعشرين تسعة المزاج سعيد بنسبة ستين في المية عطارد في الميزان حتى يوم سبع وعشرين تسعة المزاج منتحس بنسبة خمسين في المية الزهرة في الأسد حتى يوم اثنين عشرة المزاج سعيد بنسبة أربعين في المية المريخ في الحمل بيتراجع حتى يوم ثلاثة عشر داعش مزاجه منتحس بنسبة أربعين في المية المشتري في الجدي حتى يوم 19-12 المزاج سعيد بنسبة 15% الزحل في الجدي بيتراجع حتى يوم 29-9 مزاجه منتحس يعني كل الانتحاسات الآن بنسبة 10% اورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14-1-2021 مزاجه منتحس نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-11 مزاجه منتحس برضو بس بالنسبة قليلة بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس ونسبة الانتحاس عالية وخصوصا بسبب تشكل الزاوية ما بين بلوتو وما بين المريخ اللي هي زاوية التربيع فعشان هيك الأحداث العنف والعصبية وأمور إلها علاقة بتطورات سياسية وإلها علاقة بالحوادث والتفجيرات والأحداث المناخية أو الأحداث الطبيعية زي زلازل حرائق شغلات زي هيك بتكثر بالفترة هاي وحدية والمزاج الصعب بصير عالي جدا وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بالنسبة للبيت الأول معروف أنه يعني الأجواء أو الأشي المريخ بيتراجع فعشان هيك بيشكل نوع من أنواع الإيجابية اليوم بيركز على أشياء العلاقة بالسفر البعيد أو اتصالات بعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو أمور إلها علاقة بالحركة والنشاط والحوار والفكر يعني فيه نشاط عالي جدا موجود عندكم اليوم ولكن نشاط هذا ممكن في لحظات يعني يصل لمرحلة التعدي أو الهجوم أو الكلام اللاذع أو يعني الحدية الطباع طبعا بسبب المريخ وبسبب زاويتها مع بلوتو اللي بلشت تتشكل وتأثيرها جاي على موليد آخر العشرية الثانية أول العشرية الثالثة فهدول أكثر ناس بدهم يكونوا حذرين من التهور بالكلام أو الكلام اللاذع والجارح والعصبية أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا هنا التركيز بصير من أورانوس أورانوس ما بشكل زوايا سلبي قوية بالفترة هاي فعشان يكون الأجواء جيدة على المستوى المالي فمنكم ممكن يحصل على بعض المكاسب المالية أو الاهتمامات المالية أو شراء أشياء بشكل مفاجئ أو الاهتمام بتحصيل بعض الأموال اللي بتعود له ولكن الأهم هي ضبط المصاريف لأنه ما زالت الرغبة موجودة لصرف الفلوس أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى التنقلات والحوارات والنقاشات وسرعة البديهة واللي عنده امتحان أو مقابلة اليوم بيقدم بشكل جيد ولكن أهم شيء تنتبهوا أثناء حركتكم وقيادتكم للسيارات وبرضو من العصبية في منكم رح يكون له تعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا الأجواء فيها نوع من أنواع يعني الاهتمام لبعض المسائل البيتية زي مشترى أغراض مثلا أو تصليحات أو ترتيبات أو اهتمام ببعض الأشياء العائلية أو البيتية خلال هذا اليوم ولكن مش بالكم أو بالزخم الكبير يعني فيه أشياء معينة ممكن تهتم فيها ممكن تكون بشكل روتيني أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا الظهرة اليوم سعيدة في بيتها الخامس فعشان هيك العواطف بتصير جياشة والرغبة بتقرب من الأحبة أو من الحبيب بتكون أعلى عندك الحدث قوي جدا وأيضا حيويتك وجمالك غير عن الأيام السابقة يعني بتشعر في طاقة الجمال موجودة عندك بشكل أكبر ممكن تهتم ببعض الأمور التجميلية أو أشياء لها علاقة بتزبيطات أو تحسينات على المظهر العام أو على المزاج حتى على الهوايات والأمور الفنية أو المرح في الفترة هاي بيكون قوي وتعزيز العلاقة مع الأبناء أو مع الأحبة أو مع الوالدين برضو قوي أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا يعني ممكن تعطيك شوية اهتمامات على مسائل إلها علاقة بالعمل ممكن شوي يكون في بعض الأشياء الصعبة أو تشغل حالك بعمل معين أو تنشط بإنجاز بعض الأعمال ولكن الأهم يعني بما أنه الشمس وعطارد مقابلك تماما فهاي بتسحب من طاقتك شوي راعي وضعك الصحي في بعض الأوقات أما بالنسبة للبيت السابع فحكينا أنه الشمس وعطارد موجودين وبما أنه اليوم القمر موجود في البيت التاسع فزاوية جيدة بتخفف عليك الضغوطات فممكن تنشط في أمور إلها علاقة بالشراكة أو توطيد العلاقة ما بينك وبين الشريك أو تسعى لمصالحة أو تقارب ما بينك وبين الشريك أهم شيء أنك تضبط عصابك أثناء الحوار وما تفتح نقاشات قديمة عشان ما يصير في خلاف ما بينكم أما بالنسبة للبيت الثامن فممكن يكون لك بعض الاهتمامات على مستوى الأموال المشتركة أو تهتم في بعض المسائل اللي إلها علاقة بالديون أو القروض أو المشاريع المالية أو الشراكات المالية أو أشياء إلها علاقة ببنك ضريبة تأمين حقوق لا إلك ممكن بدك تحصلها أو بعضك في القضايا البنكية والمالية أما بالنسبة للبيت التاسع بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة بتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم بتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة بتتلقى إشارة أو خبر بتكون الفترة هاي دينماكية جدا وبتشكل محطة لانطلاق أو للانطلاق بورشة جديدة أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا بيت السمعة هنا منقول لك ما تجازف ما تغامر ما تشوه سمعتك حاول إنه شوي تضبط أعصابك حاول إنك يتراجع تصرفاتك يعني ما في داعي لمخالفة القوانين بالفترة هاي خصوصا موليد العشرية الثالثة هم أكثر ناس بدهم ينتبوا وخصوصا بلوتو وزحل اللي موجودات في البيت العاشر هن اللي بأثر على السمعة ممكن بعض الخلافات تصير في مكان العالم العمل أو نقاشات حادة تصير ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء تقريبا جيدة وبتدعم صداقاتك اليوم ممكن تنشط ببعض اللقاءات أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو يقدم بعض الأشخاص لزيارتك أو للحوار معك أو التفقدك مثلا أما بالنسبة لبيتك 12 فمازال نبتن بأثر فعشان هيك الأجواء شوي لها علاقة بالأحلام بالكوابيس لها علاقة بالأوهام لها علاقة بالشكوك ممكن تيجي على مستوى العمل ممكن تيجي على مستوى الصحة ممكن تيجي خوفا على بعض المقربين لإلك أو بعض الأحبة برج الثور طبعا القمر صار في البيت الثامن يعني تحرك الآن من المقابلة وآخر يوم إلو في البيت الثامن فتركيزكو بظل مثل اليوم أمس بركز على الأمور المالية والاهتمامات المالية والقروض والسداد والمطالبات أو مشتريات أو أشياء إلها علاقة بالمال يعني هي كلها اليوم انصبابها زي اليوم أمس بيت تركز على المال بشكل كبير في نوع من أنواع التفكير يعني في مسائل إلها علاقة بالعمل أو مع زملائك أو رؤسائك بالعمل لبعض الأشخاص طبعا راح تكون ناي أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا اليوم التركيز راح يكون زي ما حكينا على الأمور المالية منكم ممكن يحصل بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن الأهم هي التقليل من المصاريف يعني حاول أنك ترتب وضعك المالي وتستغل للفترة هاي لتحسين الوضع المالي مش لزيادة المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا تمنحك شوية عصبية في بعض الأوقات أو تقلب المزاج ممكن شوي خلافات أو سوء التفاهم أو ممكن هيك تحتد في بعض الأوقات أثناء الحوار أو النقاش حاول تضبط عصابك ممكن اليوم تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالامتحانات أو المناقشات أو الحوارات أو ممكن اليوم يكون عندك امتحان أو سفرة قصيرة أهم إش أنك تنتبه وتستعد أثناء الامتحانات وأثناء تنقلاتك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواب بما أن الزهرة موجودة في البيت الرابع فهي بتعزز علاقتك مع الأسرة أو مع العيلة أو دعم من أحد أفراد العائلة لبعض المسائل وممكن يصير تقارب جيد ما بينك وبين العائلة ممكن مناسبة أو فرحة أو حدث معين مميز العلاقة في البيت في منك رح يهتم ببعض التصليحات أو ديكور أو نشاطات منزلية أو عائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا الأجواء الآن روتينية على كيفية التعامل ما بينك وبين الأحبة ورح يهتم يعني بنقاش أو حوار أو مصالحة أو يعني سوء تفاهم مثلا أو حساسية من موقف معين أثناء تعاملك مع الحبيب اللي بيطلب منك المرونة وبرضو قدرة التصرف في هاي الفترة ممكن تهتم أنت بأشياء خصوصا لعندهم أبناء على فترة سن زواج يهتموا فيهم كموضوع زواج وطرح الموضوع أو أفكار على هذا الموضوع أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا الشمس عطارد في البيت السادس واحد إيجابي واحد سلبي فعشانك الأمور بتجيب إشي تركيز له على العمل أو إنجاز الملفات أو إنجاز الأعمال خلال هاي الفترة ولكن عطارد بيجيب لك أعطال يعني بسرعة البديهة عندك ضعيفة ممكن حوارات نقاشات ممكن سوء تفاهم يكون في مكان العمل فشوي الحوار ممكن يكون صعب فعشان هيك يبدك تضبط أعصابك أما القسم الآخر اللي هم ممكن صحيا تكون عندهم الأوضاع مش مجال العمل فهدولة يعني الشمس بتعطيه قدرة على إنه يتشافى بسرعة ولكن عطارد بيضر عنده المناطق العصبية يعني المناطق اللي الهلاقة بالقلون الهلاقة بالمعدة بالأمعاء بالتشنجات شد العضل ألم أسفل الظهر هاي كلها يعني بيركز عليها عطارد بالفترة هاي لما أوليد برج الثور أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا الأجواء شوي بتحمل نوع من أنواع النقاش أو الحوار أو الحدية بالطباع أثناء التعامل مع الشريك فضبط الأعصاب مطلوب ما في داعي لتكبير الأمور أما بالنسبة للبيت الثامن اليوم بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكون تخففوا من النفقات المتصاعدة حسن أداءك فاوض بمرونة واستفسر عن كل المعطيات حاول إيجاد حل وسط حاذر من المواقف المتصلبة وما تكون قاسي مع أحبائك وما تهمل واجباتك أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا هنا بنحكي إحنا قاعدين عن برج الجدي هو بيتك التاسع فموليد العشرية الثالثة يعني موليد الأولى والثانية ممكن يهتموا بمواضيع الحلاقة بالسفر هجرة مراسلات خارجية عمل مع أجانب أشياء الحلاقة بالامتحانات بأرضو بتدعمهم بشكل قوي خصوصا لامتحانات اللي ما بعد الثانوية العامة ممكن تحققوا إنجازات جيدة بالفترة هاي ولكن موليد العشرية الثالثة بدهم يحذروا أثناء السفر أثناء تنقلاتهم أثناء امتحاناتهم إذا كان عندهم امتحانة ومقابلة بدهم يركزوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى بيت السمعة فممكن تدافع عن سمعتك أو تعزز سمعتك اليوم أو علاقتك مع زملائك أو رؤسائك بالعمل ممكن ينظروا لك بعين الاستحسان أو الشكر أو الثناء على إنجاز بعض الأعمال أو نوع من أنواع التقدير أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا الأجواء حد شوي بتسبب لك نوع من أنواع الخلاف أو يعني الأشياء الصعبة أو النقاشات الصعبة اللي ممكن تصير ما بينك وبين صديق مش الكل فيه منك رح يتوجه له دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء وممكن أنه يعني ينشط ما بينه وبين الأصدقاء وممكن صديقي يبادر بمساعدته في أمر ما أما بالنسبة لبيتك 12 فمازال المريخ هو المسيطر فعشان هيك موليد آخر العشرية الثانية وأول العشرية الثالثة هذولا بدهم ينتبهوا بشكل جيد من أعداء ممكن يكونوا متخفيين وراء صداقة انتبهوا من الأماكن المشبوهة أو الأماكن المجهولة يعني ما تخوضوا ما تغامروا بالفترة هاي برضو انتبهوا لأعمالكم لأشخاص ممكن بتكيدلكم في مكان الأعمال أو صعوبة إنجاز بعض الأعمال وفي منكم ممكن يشعر ببعض التواعكات الصحية اللي بتيجي بشكل مفاجئ وحد فعشان هيك بتكونوا ديروا بالكم برج الجوزاء طبعا القمر الآن مقابلكم تماما لما بكون في القوس فعشان هيك بعزز نقاط إلها علاقة بالشراكة في العمل في العاطفي ممكن يشوي يكون عندك امتحان أو بعضك يكون عنده امتحان أو يعني نوع من أنواع المراقبة أو المتابعة على أساس أنه يشوفوا جاهزيتك بتتعلم تتعلمش يعرفوا قدراتك أكثر فعشان هيك الفترة هاي الشوية الطاقة عندك بتكون ضعيفة بدك تنتبه لصحتك وبرضو بدك تراقب غذائك بشكل جيد ما ترهق حالك بشكل كبير وبرضو في نفس اللحظة بدك تخلي في نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين شراكائك في مجال العمل أو العاطفي أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا الأجواء باليوم يعني ممكن يكون لك بعض الاهتمامات المالية أو تهتم بمعض المصاريف أو تحصل وهي قلة من موليد برج الجوزاء ممكن يكون موجودة عندهم تحصيل أموال تيجي من عمل إضافية أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ممكن من خلال عملك بتحصل أموال ولكن أنه هاي أشياء إضافية على هذا الموضوع ولكن المصاريف بدك تنتبهلها بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة اليوم على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات والاهتمامات حتى على مستوى إيشي له علاقة بالسيارات أو بالميكانيك أو بالأجهزة الإلكترونية بالقراءة أو الدراسة عن بعد بالتواصل حتى على مستوى الامتحانات برضو جيد جدا يعني في كل الأمور اللي له علاقة في البيت الثالث منتازة ودعمة إلك بقوة حتى علاقتك مع الإخوة مع الجيران بتكون برضو جيدة أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا الأجواء على مستوى البيت اليوم حاول تهتم فيها أكثر ما تههملها يعني خلي فيه نوع من أنواع التوازن ابتعد عن الحدية والعصبية وتقلف المزاج حاول أنك ما تهمل الشؤون العائلية زي ما حكينا برضو ممكن تصير بعض الأمور المعقدة شوية للعلاقة بتصليحات ترميمات أو مشتريات أو واجبات منزلية يعني ممكن شوية تكون بالنسبة لإلك يعني فيها نوع من أنواع الضغط حاول أنك ما تدخل بأي نقاش أو حوار حتى لو حد استفزك أما بالنسبة للبيت الخامس فهو أنا منيجي على مرحلتين مرحلة الشمس اللي بتعطيك القوة على المستوى العاطفي وبتعزز من الأمور العاطفية واللباقة والقدرة على الحب أو حتى على المرح أو حتى على الترفيه على كل الأمور العاطفية هي جيدة ولكن عطارد بيخلي ما في عندك قدرة على التواصل أو التعبير عن رأيك أو حتى إيصال المعلومة أو ممكن تنفهم غلط ويصير من الحوار نقاش حاد وممكن أنها تصل لمشكلة من وراء عطارد فإنتبه لكلامك وإنتبه لحواراتك إنتبه لردات فعلك أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا بتحمل أشياء إيجابية اليوم على مستوى العمل على مستوى الصحة صحيح أن العمل ممكن يكون في بعض الأشياء الضغطة والصحة بعضك ورح يكون عنده بعض التقلبات الصحية ولكن مش الشيء الخطير هو سبب تواجد أساسا يعني القمر بالمقابل لإلك بضعف من طاقتك بيخليك حساس صحيا حاول إنك تراقب بس شؤونك الصحية وخصوصا مسائل إلها علاقة بالجهاز العصبي وإلها علاقة بضغط الدم أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا القمر موجود فيه والفترة هاي مناسبة لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة يعني ما بين الأزواج اتجنبوا الغضب والإنفعال وما تخلي حد يستفزك احمي سمعتك وما تشويها يعني عليك خوض الامتحانات يعني قبل الحصول على الجائزة يعني ممكن إنه يكون فيه امتحان أو إشي يمتحن قدراتك أو جاهزيتك أهم إش إنك بالفترة هاي تتحامل على نفسك وتحاول إنك تنجز اللي بتقدر عليه أما بالنسبة للبيت الثامن فهنا الضغط على مسائل إلها علاقة بالأموال المشتركة هي ممكن تكون على مستوى مشروع بتفكر في مشروع حابب تبدأ بمشروع أو بعمل جديد أو تشغيل أموال أو أمور إلها علاقة مثلا بالقضايا وخصوصا القضايا المالية أو تحصيل بعض الأموال اللي لا إلك هاي الأجواء كلها ضغط عليك وبتسبب لك نوع من أنواع التوتر أو عدم الوضوح أو عدم يعني الاستقرار للرؤية في هاي الأماكن فعشان هيك أنا بقول يعني لو تأجلها مش لبكرة بكون الجو أحسن لأن القمر بصير في البيت الثامن بعزز النقاط هاي إلك بقوة أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا الأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات النشاط عندك عالي قدرتك على التواصل برضو ممتازة اليوم ممكن تتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو مع أجانب أو حوارات أو نقاشات فلسفية أو دينية في منك رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالدراسة أو بالجامعة أو بالامتحانات أهم شي إذا كان عندك امتحان أو مقابل يحاول تدرس وتستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا الأجواء شوي على مستوى بيت السمعة بتقولك ما تعيش الوهم وبرضو ما يتخلي خيالك يعزز لك نقاط مش موجودة بالفترة هاي فتخالف القوانين أو تجازف أو تندفع في بعض المسائل عشانك بدك تراعي هاي الظروف وما في داعي إنك للمجازفات والمغامرات ومخالفة القوانين وما تدخل بأي مواجهة ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل وخاصة موليد العشرية الثانية أما بالنسبة لبيتك 11 فبيتك 11 هو بيخليك مندفع ومتهور في بعض الأوقات مع أحد الأصدقاء يعني ممكن إنه يعني شوي تغامر مغامرات تكون مش محسوبة في منك ممكن يصير في مشاد أو مشادة أو مشاحنة أو سوء تفاهم ما بينه بين أحد الأصدقاء منك رح يتوجه له دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو يسعد بلقاء بعض الأصدقاء ولكن انتبهوا من المسألتين اللي حكيتهم في البداية أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا أورانوس أورانوس دائما بيجيب أشياء مفاجئة فالمفاجئات دائما بتيجي على العمل وبتيجي على الصحة فعشانك اليوم بما أن الطاقة ضعيفة شوي وفي قابلية للتعب الصحي فاحذر من بعض التقلبات الصحية اللي ممكن تصير وبرضو في نفس اللحظة انتبه لبعض الأمور اللي إلها علاقة بالعمل يعني عمل جديد أو عمل يعني لازم تثبت موجوديتك فيه أو تحقق نتائج جيدة فيه برج السرطان طبعا القمر الآن صار في البيت السادس يعني بيت الصحة وبيت العمل فمعناها اليوم التركيز كله رح يكون على الأمرين هدول إما عملك أو إنجاز بعض الأعمال أو تراكم بعض الأعمال أو خلاف في مكان العمل أو أشياء إلها علاقة بالتقلبات الصحية أو ممكن وسواس قلق من مسألة ما أو مراجعة بعض الأطباء اهتم بأعمالك اهتم بأسرتك اهتم ببيتك اهتم بأمورك المالية الأمور بتكون لصالحك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء هنا بتدعمك على مسائل إلها علاقة بالأموال فنسبة عالية جدا من موليد برج السرطان ممكن إنهم يحصلوا على مكاسب بتيجي عادة من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم أو يعني ممكن تدخل في مشروع سريع وتحقق منه بعض الأرباح أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا يعني شوي فيها نوع من أنواع العصبية والحدية في بعض الأوقات دك تنتبه من النقاش تنتبه من الحوارات حاول تركز أثناء الحوارات عشان توصل الرسالة أو توصل المعنى بطريقة مختصرة بدون ما أنه تنفهم غلط وصير في حدية ومشاكل وسوء تفاهم أثناء تنقلاتك بدك تنتبه وإذا عندك امتحان أو مقابلة بدك تستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا عندنا الشمس بدعم أمور إلها علاقة بالبيت وبدعم أمور إلها علاقة بالإنجازات العائلية أو التقارب العائلي أو الحلول أو تقارب مع أفراد العائلة أو أمور إلها علاقة بترتيبات وتصليحات وديكور وأشياء زي هيك بدعمك بشكل قوي وبجيب لك حتى فرحة على البيت ولكن عطارد بشتة الفكر عندك بيخلي التفاهم معك صعب بظل في نقاشات حدي وحوارات حدي وعصبيتك متقلبة أثناء التعامل مع أفراد العائلة فبدك تحذر من عطارد وتكسب من الشمس وتأثيرات الشمس فما في داعي لتصعيد الخلافات أو تخلي الأوهام أو الأفكار من عطارد أنها تأثر عليك أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا الأجواء ما روتينية على المستوى العاطفي ما في أي شيء لا جديد خلال هذا اليوم تتواصل بشكل روتيني ما بينك وبين الحبيب على حسب طبيعتكم وعلى حسب العلاقة اللي ما بينكم أما بالنسبة للبيت السادس فهنا طبعا بنحكي إحنا عن العمل فبنقولك إنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذائكم وراحتكم كون واضح في أولوياتك ما تدع أحد يثير إنفعالك أو غضبك نظم وقتك بشكل جيد حاول إنك تلتزم بالواجبات والمسؤوليات وحاول إنك تحترم الموعيد أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا هنا ما زالت الأجواء تضغط على مسائل إلها علاقة بالشراكة أو الزواج وخصوصا لموليد العشرية الثالثة تحديدا فبدهم ينتبهوا من النقاشات والحوارات والجدالات وأمور الخلافات ما بينهم وبين الأزواج في خلال الفترة هاي تجمالا موليد العشرية الأولى وثانية عندهم قدرة على التحاور يعني عندهم مرونة أكثر المشتري بدعم موليد العشرية الثانية أكثر بالفترة هاي وبعزز يعني أشياء إيجابية ما بينهم وبين الشركاء بدهم ينتبهوا لأنه زاوية المريخ مع الجدي صارت قوية فعشان هيك بدهم ينتبهوا أنه الفترة هاي الحدية ممكن توصل للإنفصال أو للفراق أو قطع علاقات زوجية شوي تكون يعني هي مش ثابتة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا بتركز على الأمور اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة بشكل قوي فممكن تهتم ببعض الأشياء اللي إلها علاقة إما بالقروض أو الديون أو حل وضع مالي معين أو بحث عن دعم معين ممكن يعني تفكير في مشروع أو بداية مشروع أو شريك أو بعضكم رح يفكر في بعض القضايا المالية يعني قضية نفقة، قضية إرث، قضية مستردات مالية، الديون بتحاول تحصلها يعني الاهتمامات على هاي النقطة أهم إشي بس برضو تنتبهوا من النصابين والمحتالين بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد صحيح ممكن تقلق على أحد الأشخاص خارج البلاد ولكن أنه يعني بكون قلق مؤقت يعني سرعان ما أنه بتتغير الأجواء أهم إشي إنه تخليك واضح وإذا كان عندك امتحان جامعي أو مقابلة اليوم بدك تدرس وتستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر فنرجع من أكد على موليد العشرية الثانية، آخر العشرية الثانية وأول الثالثة هذولا بدهم ينتبهوا من الزاوية اللي ما بين المريخ وما بين الجدي فعشان هيك بدهم ينتبهوا من أي أمر ممكن يشوه السمعة ما في داعي للمجازفات ولا المغامرات ولا لمخالفة القوانين ولا حتى للحدية بالطبع أي شي بشوه السمعة حاول تبعد عنه ممكن يتعززوا علاقتكم مع زملائك أو رؤساك بالعمل وممكن شوي مع بعض العلاقات اللي بتكون مهمة أما بالنسبة للبيتك 11 الأجواء هنا يعني بتركز على أمور العلاقة بكسر العادات والتقاليد اليوم ممكن تفكر يعني بنوع من أنواع أنك تطلع تمبسط تشوف أصدقائك أو تغير جو بشكل غير أو بشكل غريب حاول قدر الإمكان أنه يعني تضبط أعصابك أثناء تعاملك مع الأصدقاء ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أهم شيء أنك ما تجازف أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا ما في أي تأثير للكواكب في بيت المتاعب عشان هيك ما نقول لك إنجز الأعمال الضرورية والمهمة حاول أنك تركز بشكل جيد على عملك وعلى صحتك راقب غذائك وراحتك أهم شيء برج الأسد طبعا العاطفة جياشة الأمور العاطفية بأوجها يعني أنت داخل على فترة إلها علاقة بالتجميل إلها علاقة بالاهتمام بالذات باللباس بالحب بالأحبة بالترفيه بالهوايات يعني الأجواء داعملة إلك بقوة بكل ما ذكرنا فعشان هيك حاول تستغل اليوم بكل الأمور بتنقلاتك واتصالاتك وحواراتك خلي الأجواء داعملة إلك وخليك مستفيد والحظ بيدعمك في بعض المسائل بقوة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا اليوم راح تخليك تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالوضع المالي ولكن إنه في بعض المصاريف لا تبذخ زيادة ولا تصرف فلوسك حاول تراقب وضعك المالي بشكل جيد لأنه الداخل يعني أقل من اللي مطلوب منك فعشان هيك المصاريف عليك مرهقة أو أكثر أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء اليوم يعني الشمس وعطارد الشمس بتعطيك إيجابية وبتدعمك على مستوى النقاش والحوار والتنقل وعلى مستوى الامتحانات وعلى مستوى أمور إلها علاقة بالمراسلات أو حتى بالتعاون مع الإخوة والجراد عطارد سلبي فهو بيجيب نوع من أنواع الحدية في النقاش عدم القدرة على إيصال المعلومة سوء تفاهم ما بينك وبين أحد المقربين أو أحد الإخوة حاول ضبط الأعصاب في بعض الأوقات ما تخلي عطارد يأثر عليك ويصير صوتك عالي أو عصبيتك لبدك تضبط أعصابك وتكون واضح الرؤية وواضح الطرح أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا الأجواء يعني في بتعمل نوع من أنواع التلاقي أو التقارب ما بينك وبين الحبيب أو ما بينك وبين أفراد العائلة فممكن تهتموا بمسائل إلها علاقة بلقاء اجتماعي أو حوار أو نقاش أو ممكن إنجاز بعض الأعمال البيتية أو العائلية أو اهتمام ببعض الأشياء اللي إلها علاقة بالعقار أو التصليحات أما بالنسبة للبيت الخامس فبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم بترتفع المعنويات كون أكثر مرونة ممكن تحقق إنجاز مهم وتنتعش العواطف من جديد وتشتد الروابط متاني وثقة يعني بمعنى أنه فترة إيجابية على المستوى العاطف يحاول إنك تعززها وتقويها وتطورها أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا هنا منرجع للجدي الجدي اللي بيأثر بشكل سلبي على موليد العشرية الثالثة وبعطي نوع من أنواع الإيجابية لموليد العشرية الأولى والثانية فعشان هيك موليد العشرية الثالثة هذولا بدهم ينتبه من مسائل إلها علاقة بالعمل وإلها علاقة بالصحة إما تراكم أعمال أو خلاف في مكان العمل أو الرغبة بإنهاء عمل ما فعشان هيك بدك تكون حذر في هذه النقاط وما تتسرع بقراراتك أما على الوضع الصحي فهو بيجيب لك بعض التقلبات الصحية اللي بتطلب منك الاهتمام موليد العشرية الأولى وموليد العشرية الثانية بتجيب لهم فرص عملي جديد أو إنجاز بعض الأعمال أو حل مشكلة إلها مكان إلها شيء بمكان العمل وفي منك رح يهتم في بعض المسائل اللي إلها علاقة بأدوية أو شفاء أو تقرير طبي بطلع لصالحه أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة على مستوى أمور إلها علاقة بالشراكة وتوطيد العلاقة مع الشريك أو الزوج ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة أو تتعامل معها لإنجاز بعض الأعمال التوافق ما بينك وعالي وسرعة البديهة عالية وبرضو التحاور ما بينك جيد وعالي حاول تستفيد من علاقتك وتوطيدها إذا في عندك أمور بحاجة للقضاء أو للقانون الفترة هاي ممتازة أنك تبادر فيها وخصوصا هذا اليوم لرفع القضية أو المباشرة أو المبادرة فيها أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا ما زالت فيها نوع من أنواع الضغط على بعض المسائل المالية المشتركة بتراكمات مطالبات قضايا ممكن أمور إلها علاقة بسداد بعض الغرامات أمور إلها علاقة بالفواتير أو المصاريف الاستشفائية أو البيتية اللي بتكون كبيرة بالفترة هاي ممكن حقوق لإلك بتحاول تحصلها في نوع من أنواع الضغط على هذا البيت فحاول إنك تضبط الأعصاب وكرر المحاولة ممكن تحقق متاج أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا المريخ المريخ يعني بيخلي شوي في نوع من أنواع الإنزعاج ممكن يكون هذا الإنزعاج نتيجة اتصال أو حوار أو معلومة أو شيء بيجيك من خارج البلاد وممكن الإنزعاج هذا يكون من امتحان أو من دراسة أو شيء جامعي في منكم ممكن يتعطل عنده بعض المسائل اللي ممكن شوي تخليه يعصب ولكن إجمالا يعني في نوع من أنواع الإيجابية يعني رغبة أو شغف أو حب ممكن يكون إما من شخص خارج البلاد أو أجنبي أو يعني اشتياق حد جدا أهم مش أنك ما تبادر بشيء قبل ما تتأكد من كل شيء أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا بنحكي عن بيت السمعة دير بالك تشوه سمعتك اليوم ما تجازف ما تغامر ما تدخل بأشياء مشبوهة لأنه أورانوس رح يجيب مفاجآت حاول أنك تخلي الإجابات أو هاي المفاجآت تكون لصالحك يعني شيء يكون فيه تكريم شيء يكون بعلاقتك مع المسؤولين أو إنجاز بعض الأعمال المهمة فهيك بتكون لصالحك أما مخالفة القوانين والأمور الثانية فهي تشويه للسمعة أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم يمكنني توجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء لأجواء داعمة لإلك وبقوة كمان وممكن اليوم يعني بعض الأصدقاء يدعموك في مسأل ما أو يساعدوك في مسأل ما بشكل واضح وقوي أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا الأجواء روتينية على مستوى تعاملك على مكان العمل أو لاهتمام بالصحة هو روتيني أهم شيء أنه تراعي وضعك الصحي من بعض التقلبات وخصوصا ابتداء من ساعات المساء بدك تنتبه لصحتك بشكل جيد وحاول أنك ما تراكم الأعمال حتى لو تعمل ساعات إضافية ممكن الفترة هاي تحمل نوع من أنواع القلق على صحة أحد الأحبة برج العذراء طبعا القمر صار موجود في البيت الرابع يعني بيت البيت بيت الأسرة بيت العائلة بعزز نقاط إلها علاقة بالعقارات بالبيوت بالسكن ممكن التفكير ينشد على هاي الأمور أو على أشياء إلها علاقة بهاي الأمور إما بالعائلة بالدكور بالترتيب بالتصليحات اهتمامات ممكن حدث معين عائلة هو اللي يلفت نظرك برضو هاي بتحمل شوية اهتمام بالمسائل المالية اللي برضو بتعود على أشياء إلها علاقة في البيت فعشان هيك بدك تهتم بكل الأمور إن كانت مالية وعلى مستوى العمل أو على مستوى البيت وما تهملها نيائيا خلال هذا اليوم يعني يوم بمعنى آخر يوم عقلاني منطقي مش عاطفي أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا الأجواء اليوم بتركز بشكل قوي على المسائل المالية صحيح فيه نوع من أنواع الارتباك أو الارباك حواليك بالنسبة للوضع المالي إلا إنه منكو نسبة كبيرة رح يحصلوا مكاسب تيجي من عمل إضافي مسترداتي بات نوع من أنواع الدعم أو إيجاد بعض الحلول اللي إلها علاقة بالعمل وفي منكو رح يحصل على هدية أو نوع من أنواع التكريب أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء يعني روتينية على مستوى اتصالاتك حواراتك نقاشاتك تنقلاتك كلها هاي بتكون روتينية أهم مش إنك تحذر أثناء قيادة السيارة وبرضو إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تدرس وتستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحظوظ ممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار اليوم أما بالنسبة للبيت الرابع بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم بتجدوا تعاون من أفراد العائلة بتكثر الضغوط والمتاعب هاي فتر فيها شوية توتر على الصعيد الشخصي أو العائلة حاذر من الخلافات والمشاعر السلبية ممكن تعاكسك الظروف وتسبب لك نوع من أنواع الإربك أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا ونا بنرجع للزاوية اللي بلشت تتشكل اللي حكينا عنها بين المريخ وبلوتو زحل فعشان هيك منقول لك دير بالك من أي شيء له علاقة بالعاطفي حاول أنك ما تدخل بعلاقة عاطفية بالفترة هاي دون دراستها لأنه ممكن الأذية تكون أنها حب من طرف واحد أو يعني شيء مؤذي عاطفيا بالنسبة لك فعشان هيك ما تدخل بأي شيء قبل ما تدرس العواطف أو الأفكار عقلانيا قبل ما تكون عاطفيا منكو ممكن يدخل بنقاشات أو حوارات أو حدية أو تنتهي علاقة عاطفية بينه وبين حبيب بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا الأجواء بتركز على بعض المسائل اللي إلها علاقة بعمل إلها علاقة بالصحة رقابة الصحة إنجاز بعض الأعمال حاول أنك ما تهم الأعمالك بالفترة هاي لأنه فيه يعني إنجازات وفيه أشياء راح تكون لصالحك إن أنجزت بعض الأعمال ممكن يكون فيه نوع من أنواع تكريم لإلك للفترة هاي الوضع الصحي يعني تقريبا بنقدر نحكي إنه شيئا ما مستقر ما في تأثير للكواكب بشكل كبير عليك بالعكس يعني صحيا أفضل من الفترة الماضية أما بالنسبة للبيت السابع فهونا بنيجي على نبتن نبتن ممكن يخلي الشكوك اليوم تزيد عندك أو يعني هيك تدخل بنقاشات أو يعني تتحسس من بعض الكلمات أو من بعض التصرفات اللي ممكن تنتج يعني ما بينك وبين الزوج تحديدا فعشان هيك راعي ردات فعلك راعي نفسك ما تعصب ما تحتد خصوصا في الحوارات ويعني أضبط ردات فعلك بتلاقي الأمور جيدة أما بالنسبة للبيت الثامن فبنرجع على المريخ اللي بيضغط على مسائل إلها علاقة بالديون والقروض وأمور إلها علاقة بالفواتير أو الحسابات أو المصاريف الغير مدروسة في منك راح يهتم ببعض المسائل اللي لها علاقة بالقضايا القانونية أو الدفعات فعشان هيك بتكون تهتموا بشكل كبير المريخ مش جيد في مكانه بسبب نوع من أنواع التوتر والقلق خصوصا موليد العشرية الثانية آخر العشرية الثانية أول العشرية الثالثة هذول أكثر الناس المتضررين وبدهم ينتبهوا من بعض النصابين أو المحتالين اللي ممكن يتأمروا عليهم أما بالنسبة للبيت التاسع في الأجواء تقريبا ممكن يعني تجيب لك خبر بشكل مفاجئ أو اتصال بشكل مفاجئ أو معرفة بشكل مفاجئ يعني تتعرف على أشخاص بشكل مفاجئ وتتوتد العلاقة ما بينكم بسبب أورانوس حاول قدر الإمكان بس أنه تتأكد من كل المعطيات اللي إلها علاقة بسفر بهجرة بأشخاص أجانب بأشخاص خارج البلاد بأمور إلها علاقة بالدراسة الجامعية يعني كل هاي الأمور بدك تدرسها بشكل عقلاني ما تعتمد بس على العواطف فيها ممكن اليوم يتوجه لك امتحان بشكل مفاجئ أو مقابلة بشكل مفاجئ عشان يقدر تكون دارس ومستعد بشكل قوي أما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة فالأجواء تقريبا نقدر نحكي روتينيا ما في أي مشاكل على مستوى بيت السمعة بالعكس اليوم ممكن تنجز بعض الأعمال وتسمع كلام إطراء أو ثناء على إنجازاتك وممكن تحصل على تكريم أو مديح من رئيسك بالعمل أو من المسؤول عنك من الموظفين أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء أو ممكن تدخل بحوار أو نقاش يعني يمتن أو يوطد العلاقة ما بينك وبين بعض الأصدقاء في منك ممكن يتوجه له دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو يصعد بلقاء البعض أما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا الزهرة بما أن الزهرة وإيجابية فمعناته هي رح تدعمك بقوة على مسائل الهلاقة بالعمل وتساعدك بإنجاز بعض الأعمال ممكن تكشف بعض الأشخاص من مجرد ما أنهم يفكروا تفكير أنهم يتآمروا عليك يعني الأمور بتيجي لعندك تنكشف الأحداث فورا زي تنبيه بيجي هيك بقدرة إلهية لإلك أنه انتبه وإحذر وركز على هذا الشخص أو ركز على هذا الحدث تتكشف إلك الأمور بشكل قوي وخصوصا أيضا على المستوى الصحي ممكن تطلع من فترات يعني بسبب مراجعة أو فحصات أو تحليل أو اهتمام صحي يعني تحمي حالك من أشياء سلبية كبيرة بس أنه الفترة هاي ممكن تحمل نوع من أنواع القلق على صحة أحد الأحبة أو بعض الذكريات اللي تكون مزعجة بالنسبة لإلك أو زيارة أحد يعني أو تواصل مع أحد أو الإطمئنان على أحد إله علاقة إما بمستشفى أو بأحد السجون مرج الميزان طبعا اليوم زي الأمس النشاط رح يكون حيوية واتصالات وحركة وتواصل وأمور إلها علاقة بالدراسة والامتحانات يعني الأجواء كلها اليوم تعطيك نوع من أنواع الحماسة أو الانطلاقة أو يعني نوع من أنواع النشاط العالي جدا عندك عندك رغبة بالتغييرات والاحتكاك بالمناسبات الاجتماعية بالتواصل بكل الأنواع هاي الأجواء إيجابية ودعمة لإلك وحيويتها قوية جدا بالنسبة للبيت الثاني طبعا الأجواء شوي يعني ممكن هيك يكون لك بعض الاهتمامات على مستوى مسائل إلها علاقة بالأمور المالية فعشان هيك رح تهتم بتحصيل بعض الأموال أو إشي بيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم يعني الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية لإلك ما لكن أهم إشي إنك تقلل من المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا القمر موجود فيه فبتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات يوم مناسب لاجتياز امتحان بتعززوا العلاقة مع أخ أو جار بناسبة تكثيف التحركات تقدر تعبر عن آراءك بحرية وجراءة تامة خلال هذا اليوم بتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة يعني بمعنى آخر هاي فترة إيجابية بتعوض شوي الركود اللي كان بالفترة الماضية أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء شوي على مستوى البيت ممكن أحداث يعني تكون هيك فيها نوع من أنواع الصعوبة أو الاضطراب أو المشاحنات أو سوء تفاهم أو تحسس من موقف معين أو تكون الأعمال والواجبات تكون شوي مرهقة عليك أو أحداث منزلية أو عائلية أهم شي ضبط العصاب وخصوصا لما وليد العشرية الثالثة أكثر أشخاص بدهم يضبطوا عصابهم أثناء تعاملهم مع أفراد العائلة أو في المواضيع المنزلية أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا الأجواء جيدة خلال هذا اليوم بتقدروا تعززوا علاقتكم مع الأحبة أو تتواصلوا معاهم أو يكون لكم نوع من أنواع الاهتمام بحبيب أو مسألة بتتعلق بأحد الأحبة الأحبة اللي هو الحبيب الأبناء الوالدين ممكن تهتم شوي بالمظهر العام يعني زي نوع من التجميل أو الاهتمامات بلباس بهندام بأشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء بتدعمك بشكل جيد على مستوى أمور إلها علاقة بالعمل فممكن تنجز بعض الأعمال خلال هذا اليوم أو تهتم بإنجاز عمل ما الأهم أنك أنت ما تخلي الأعمال تتراكم حتى لو بتعمل ساعات إضافية أهم إشي برضو تراقب الوضع الصحي من بعض التقلبات اللي ممكن تصير مع البعض منكم إن شعرته بشيء غير اعتيادي يعني بفضل إنكم تراجعوا الطبيب أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة وبتدعم الأمور على مستوى الشراكة وعلاقتكم بالشركاء أو التواصل مع الشركاء إلا أنه موليد آخر العشرية الثانية أو العشرية الثالثة هدولة ممكن شوي يصير فيه سوء تفاهم أو خلاف أو نقاش أو حوار حاد ما بينه وبين الشريك الأجواء اليوم جيدة فحاول تستغلها للتقارب أو لتحسين الأجواء العائلية أو لحل وضع مثلا كان هيك فيه نوع من أنواع صعوبة أو سوء التفاهم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء بتركز على الأموال المشتركة فمنكم ممكن يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة زي قروض ديون مستردات مالية أو أشياء إلها علاقة ببعض الحقوق لا إلك بتحاول إنك تحصلها أو تحققها بالفترة فيمنكم رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالقضايا المالية يعني زي نفقة ضريبة تأمين ميراث أشياء من هذا القبيل وبعضكم رح يهتم ببعض المسائل الغيبية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد فيمنكم رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالامتحانات وخصوصا الامتحانات الجامعية أو مقابلات عمل مثلا أو مناقشة مشروع ما فيمنكم رح يتواصل أو ينشط بالاتصالات ككل خصوصا مع الأجانب أو أشخاص مقيمين خارج البلاد يعني الأجواء تقريبا تدعمك حتى على مستوى اللي بيشتغلوا في مجال التسويق والاستراد والتصدير برضو دعم لهم بقوة وعلى مستوى الأوراق والمعاملات القانونية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة شوي بدها نوع من أنواع الرقابة فعشان هيك منقول لا تشوهوا سمعتك ما تخوضوا بأشياء مشبوهة ما تبادروا بأعمال بدون دراسة حاول ما تتغيب أو تتأخر عن عملك حاول تخلي علاقتك جيد ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل يعني في نوع من أنواع الضغط على بيت السمعة دير بالك أنك تبادر بأي شيء ممكن أن يشوه سمعتك أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء داعمي وبقوة الفترة هاي والدعم رح يجيك من أحد الأصدقاء فممكن اليوم تنشط ببعض المناسبات الاجتماعية أو تعزز علاقة مع أصدقاء أو حوارات نقاشات يعني أشياء إيجابية بتدعمك بشكل قوي على المستوى اللي له علاقة بالأصدقاء وممكن بعض الأصدقاء يبادروا لمساعدتك في مسألة ما وممكن يطمئن بالك على مسألة ما من وراء أحد الأصدقاء أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا بيت المتاعب الآن خالي ولكن تأثيرات الشمس بما أنها لسه ما وصلت بدرجات عيد ميلاد الكل من موليد برج الميزان فما زال البعض منهم بشعر ببعض التعطيلات أو بعض التعب أو بعض الوهن في بعض الأوقات وفي منك رح يتقلب المزاج عنده من وقت لآخر أهم شيء أنك تحافظوا على حساسيتكم ما تتحسسوا من كل موقف إنجزوا أعمالك الضرورية والمهمة وما تخلوها تتراكم حاول تنتبه لصحتك لغذائك لطعامك أهم شيء يعني الأجواء ممكن شوي هيك تكون يعني أو تصير إيجابية وتستغل تواجد القمر اللي بدعمك بقوة برج العقرب طبعا اليوم زي الأمس القمر موجود في البيت الثاني فمعناته الأمور كلها رح تتركز على الوضع المالي أو تحسين وضع مالي أو اهتمامات مالية أو مصريف أو مشتريات أو أشياء لها علاقة بدعم ما أو استثمار يعني المال هو تقريبا اللي بكون مقلقك خلال هذا اليوم أو اللي اهتمامك رح يكون عليه بالشكل الأكبر برضو ممكن تظهر بعض المسائل العائلية أو إيشي له علاقة بالعمل أهم إيش أنك تراعوا وضعك الصحي من بعض التقلبات أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا زي ما حكينا ثم فرصة لمكسب مالي بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تخطط لمرحلة جديدة أو تحدد أولويات أو ميزانية مالية أهم إيش أنك يعني أنه بالفترة هاي برضو بتساعدك على أمور إلها علاقة بالهدايا فمنكم ممكن إما يحصل على هدية أو يجي هدية مثلا أو تكريم أو ممكن أنك تقدم على استثمار معين أهم إيش أنك تنتبه أنه اليوم في شوية مصاريف لها علاقة بالمصاريف المنزلية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء ما زال فيها بعض التوتر يعني بتعطيك نوع من أنواع العصبية وخصوصا موليد العشرية الثالثة موليد العشرية الثانية والأولى بالعكس هم مشحونين بطاقة عالية جدا وقدرة على الاتصالات والتواصل وتوصيل المعلومات ممكن شوي عصبيتهم تكون ظاهرة هيك أو ردات الفعل تكون سلبية أهم إيش اللي عنده امتحان أو مقابل اليوم بده يدرس ويستعد بشكل جيد ما يعتمد على الحضوض وبدكوا تنتبهوا أثناء تنقلاتكم لأنه الأجواء مش مساعدة بقوة يعني بتخلي فيه تشتت بالتفكير في بعض الأوقات وخصوصا أنه إحنا منحكي قاعدين عن كواكب ثقيلة بتشكل زوايا جامدة اللي عنده امتحان أو مقابل زي ما حكينا أهم إشي أنه يدرس ويستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت شوي اليوم رح يكون لك اهتمام عائلي أو مسألة عائلية أو تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة مثلا بموضوع بخص أحد أفراد العائلة أو تواصل معاهم أو أعمال منزلية تصليحات ترميمات مشتريات يعني أشياء إلها علاقة بالوضع البيت أو وضع العائلة تهتم فيها بشكل كبير وفي منك رح يهتم ببعض المسائل العقارية أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية بتعزز نقاط إلها علاقة بالتواصل مع الحبيب أو توطيد علاقة عاطفية ما بينك وبين الحبيب أو ممارسة هواية معينة في منك رح يكون له تعامل اليوم ما بينه بين أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء من المريخ تعطيق طاقة عالية جدا على إنجاز بعض الأعمال بس السلبية في هذا الموضوع أنه ممكن تتسرع في إنجاز بعض الأعمال فتتعطل أو ما تزبط معك أو يطلع فيها بعض الخطأ عشان هيك بتطلب منك الموضوع التركز بشكل جيد على كل أمورك وخصوصا أعمالك وواجباتك وحديثك حتى مع زملائك أو رؤسائك بالعمل من العصبي وردات الفعل وفي منك رح يهتم ببعض الشؤون الصحية أو الرقابة الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء بتحدث مفاجآت على مستوى بيت الشراكة وممكن الخلافات أو نقاشات تظهر على الساحة بشكل مفاجئ أو صوت فاهم أو حساسية من موقف ما فعشان هيك بتطلب منك يعني أنك تراجح حالك وما تندفع وما تتهور يعني ما فيه داعي لردات الفعل السلبية برضو الأجواء بتساعد بعض الأشخاص لتعزيز العلاقة الزوجية أو تراجع عن قرارات سابقة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا بتركز على الأمور المالية المشتركة فمنكم رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بقرض أو إلها علاقة بديون أو سداد بعض القروض أو تحصيل بعض الأموال اللي إلها إلكم أو قضايا إلها اعتماد على القضايا المالية يعني زي أمور إلها علاقة مثلا في ضريبة بنك ممكن أشياء إلها علاقة بميراث إلها علاقة بنفقة يعني الاهتمام رح ينصب ويتركز على هاي الأمور أهم شيء أنك تقللوا من مصاريفك وتنتبهوا من بعض المحتالين أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة وقوية جدا تدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد صحيح أنها بتحمل شوية قلق ممكن على شخص مقيم خارج البلاد أو ممكن يجيك اتصال يكون فيه خبر مثلا مزعج بالنسبة لأيلك ولكن إجمالا الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية أهم شيء أنه برضو إذا كان عندك امتحان أو مقابل بدك تدرس وتستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر على مستوى بيت السمع أو العمل الأجواء قوية جدا فمنكم ممكن إما أن يقدم على عمل أو يجي موافقة على عمل ما أو يبدأ مشروع ما وممكن يتعاون مع بعض الأشخاص لإنجاز بعض الأعمال وفي منكم رح يهتم بمواضيع إلها علاقة بتعزيز السمعة أو الدفاع عن السمعة بالنسبة لبيتك 11 يعني بركز على أمور إلها علاقة بالمناسبات الإجتماعية واللقاءات فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء أهم شيء أنك ما تتحسس أو يكون لك هيك نوع من أنواع ردة الفعل إثر كلمة أو موضوع أو سوء تفاهم أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا هنا زي ما حكينا أنه الشمس الآن وعطارد موجودات في بيت المتاعب فأتنين بيسبقوا أعطال أو تأخير أو يعني بعض الأمور اللي ما بتكون ماشي بالشكل المناسب فعشان هيك بدك تركز على كل أمورك وتحاول أنك تنجز أعمالك ما تخليها تتراكم بتكون مهيئة لبعض الأعطال وبرضو بدك تظلك مراقب وضعك الصحي من بعض التقلبات برج القوس طبعا اليوم إلى اليوم الثاني ثقتكم بأنفسكم أكبر وبعمكم النشاط أهم شيء أنكم تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مكانتكم الاجتماعية بتطالع مع هاي الفترة إما على خبر وبيكون مثابة إشارة لانطلاقة جديدة يعني تنتبه لخبر معين أو بجيك خبر فترة ناشطة وعندك حماسة عالية جدا ممكن تتلقى جواب أو تنطلق بمشروع ما لأجواء إيجابية ودعمة لإلك حاول أنك تستغلها لتعويض الأشياء اللي مثلا ما مشت معك بالفترة الماضية أو كان فيها صعوبة أو إنجاز بعض الأمور كانت صعبة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء المالية اليوم بتحمل نوع من أنواع المصاريف أو المتطلبات المالية أو قلق مالي من وضع ما ممكن تخسر بعض الفلوس وممكن ينصب عليك أو تفقد بعض الفلوس إما سرقة أو ضياع أو بعض حاجياتك أهم شيء أنك تقلل من مصاريفك قدر الإمكان وتركز وتعرف إيش بدك للفترة القادمة تدعمك فيها بشكل أقوى تعويض الوضع المالي ابتداء من بكرة بصير الأجواء المالية أحسن أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء بتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات اليوم أنت مشحون بطاقة إيجابية بتقدر توصل المعلومات وبتقدر تناقش بحرية بتقدر أنك تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة مثلا بامتحانات برياضة مثلا بسيارات بهواتف الأجواء الدعمة لإلك بقوة على كل هاي المسائل فحاول تستغلها برضو عشان الأمور تصير لصالحك بس إذا كان في عندك امتحان أو مقابلة ما تعتمد كثير على الحظ بدك تدرسه وتستعد بشكل جيد وفي منك رح يكون له تعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا هنا فيه إشي عائلي أو إشي منزلي أو حدث معين أو سوء تفاهم أو التزامات مثلا بتكون ثقيلة شوي يا إما مناسبات يا إما أعباء يا إما أشغال أعمال منزلية يعني أو حوار عائلي يعني الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط وده تكون منتبه لهذه الأمور خلال هذا اليوم ما في داعي للعصبية وللحدية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء شيئا ما فيها نوع من أنواع الإيجابية بتعطيك طاقة عالية جدا للتواصل مع الأحبة وتقرب من الأحبة خلال هذا اليوم وفي منك رح يهتم بمسألة إلها علاقة يعني مسألة مقلقة إلها علاقة بأحد الأحبة ممكن بالحبيب أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين أهم شيئا أنه ما تبالغ بما للذاتك بالفترة هذه الأجواء لسا يعني ما أعطتك القوة الكاملة فعشان يبدك تكون حذر في هذه النقطة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتخليك شوي تتقاعص عن إنجاز بعض الأعمال أو يتراكم عندك عمل ما أو تجد صعوبة في إنجاز بعض الأعمال واقب وضعك الصحي برضو من بعض التقلبات اهتم بغذاءك وراحتك حاول أنك تنجز أعمالك حتى لو بتعمل ساعات إضافية أو بتعمل بشكل مشترك ما بينك وبين أشخاص لإنجاز بعض الأعمال أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكي تقريبا منقدر نقول روتيني يعني لا إيجابي ولا سلبي بتتعاملوا على حسب طبيعتكم حواراتكم نقاشاتكم اهتماماتكم روتينية ممكن تحمل لك بعض المساعدات اليوم أو التقارب ما بينك وبين الشريك ولكن دير بالك من سوء التفاهم أو من الحدية بالطباع أو الكلام اللاذع والجارح أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تعطيه اهتمام على المستوى الأموال المشتركة ممكن اليوم يكون في مطالبة لبعض المسائل المالية تطالب أنت بالمسائل المالية أو ممكن أنك تقلق من وضع مالي مشترك معين أو دين أو قرض أو مشتريات أو التزامات وعادة تيجي الالتزامات بالفترة هاي إما للبيت أو للصحة وبرضو بدكوا تنتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضيع أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء داعمة بقوة على مسائل إلها علاقة بالسفر الرغبة بالسفر الرغبة بالهجرة الرغبة بالتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاتصالات لبعيد الأوراق القانونية كلها هاي جيدة وممتازة ودعملة إليك حاول تستغلها الفترة هاي مناسبة وبتحمل أشياء إيجابية أو دعم بيجيك من أحد الأشخاص خارج البلاد أو ممكن يعني عروض تهل عليك إلها علاقة بعمل مع شركات كبيرة أو إشيئة علاقة بالسفر على مستوى الامتحانات الجامعية جيد جدا بتعزز من قوتك وثقتك وممكن تنجز بعض الأشياء الرائعة على مستوى الامتحانات والدراسة الجامعية وعلى مستوى التنقلات أو السفريات بين المدن البعيدة أما بالنسبة للبيت العاشر على مستوى السمعة ما في أي تأثيرات يعني على طبيعتكم بتكونوا أهمش إنك ما تجازف وما تغامر ما تدخل بأشياء مشبوهة ما تشوه سمعتك بأي تصرف اضبط أعصابك أثناء تعاملك مع زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بعزز نقاط إلها علاقة بالأصدقاء يعني تنشط مع بعض الأصدقاء أو بتلاقيهم أو بتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة ممكن تسعد بمعرفة صديق جديد ولكن بدك تنتبه من عطارد اللي بيخلي كلامك شوي يعني يكون حاد أو مش مفهوم أو مش مبرر فيسوي سوء تفاهم من قدرة التواصل من عطارد ضعيفة أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء هنا بتعزز نقاط قوة إلك على مستوى العمل فممكن اليوم تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وفي منك رح يهتم ببعض الشؤون الصحية من بيت المتاعب هاي الأمور وممكن بعضك يقلق على صحة أحد الأحبة أو يهتم بأمر العلاقة بمستشفى أو أمر العلاقة بالسجون برج الجدي طبعا الجدي معروف أنه الفترة هاي مش الفترة المثلة وهو آخر يوم لأنه زي ما حكينا أنه القمر موجود في بيت المتاعب المتاعب عندكم فهو بضغطكم نفسيا وصحيا وبيراكم بعض الأمور أو بيعطل بعض الأمور شوي المزاج متقلب خلال هذا النهار يعني هو آخر يوم وبعدين خلص القمر رح يوصل لعندك فحاول أنك تخلي الأمور تمشي بطريقة أو بشكل روتيني يعني إنجز الأشياء المهمة والضرورية وحاول أنك أنت تهتم بصحتك شوي أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الاهتمام على المستوى المالي فمنكم ممكن يحصل بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات لحق لإله أو هبات أو نوع من أنواع المساعدة أو نوع من أنواع الدعم أهم شيء تقليل من المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء بتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات لكن العصبية أو المزاجية عندك التقلب بالمزاج حاد شوي فحاول تضبط عصابك وما تحتد وما تعصب وما تتدخل بشؤون الغير إذا عندك امتحان أو مقابل يبدأك تدرس وتستعد بشكل جيد وانتبه أثناء قيادتك للسيارة على الشوارع المفتوحة وبرضو في نفس اللحظة انتبه من أثناء حوارك اليوم مع أخ أو مع جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة على مستوى البيت بتعزز نقاط قوة بالنسبة للعشرية الأولى والثانية مساء البيتية أو اهتمامات عقارية أو تصليحات ترميمات أو إنجاز بعض الأعمال اللي إلها علاقة بالبيت أو تقارب وتواصل مع أفراد العائل الأجواء بتدعمك بقوة وبتعزز نقاط بقوة وبتخلي حضورك إلى مكان خاصة أهم شيء إذا كان عندك امتحان أو مقابل بس أنك تدرس وتستعد بشكل جيد ممكن يظهر خلاف أو نقاش حاد خصوصا لما وليد اللي آخر العشرية الثانية أول الثالثة أو شيء منزلي أو عائلي مقلق ولكن إذا سيطرت على انفعلاتك الأجواء تمشي بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الخامس المستوى العاطفي تقريبا الأجواء متقلب اليوم فممكن حدث معين يوترك أو يقلب مزاجك أو يخليك تحتد في بعض الأوقات ضبط العصاب مطلوب وحاول إنك ما تندفع وما تتهور وفي نفس اللحظة يعني خلي علاقتك جيد تكون ما بينك وبين الأحبة ممكن تهتم بمسألة إلها علاقة بأحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هو أنا بتركز على أمور إلها علاقة بالعمل وإلها علاقة بالصحة وانت بهل عملك حاول تنجز أعمالك وخصوصا الضرورية ما ترهق حالك كثير وبرضو انت بهل صحتك من بعض التقلبات الصحية اللي ممكن تأثر عليك بشكل سلبي خصوصا الأشياء اللي بتيجي مفاجئة إن شعرت بشيء غير اعتيادي بفضل إنك تراجع طبيبك أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء بتعزز نقاط قوة ما بينك وبين الشريك فممكن تحمل لك حوار أو نقاش أو حل مسألة معينة أو ممكن تهتم بإنجاز بعض الأمور المشتركة اللي إلها علاقة فيك وإلها علاقة بالزوج يعني في اهتمام على هاي المسائل بكون قوي جدا أهم إشي بدون حدية المزاج أو فرض الأوامر بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثامن فهنا مدعوم بطاقة عالي جدا على مستوى الأموال المشتركة وامر إلها علاقة بالقروض أو الديون أو سداد بعض الحقوق لا إلك في منك رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة إما بنفقة أو قضية مالية أو ضريبة أو اهتمام ببعض الحسابات اللي شوي بتطلب منك التركيز أهم شيء أنك تحافظ على أموالك من السرقة أو ضيع أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا اتصالاتك الخارجية اليوم روتينية يعني ممكن تواصلك روتيني يكون مع بعض الأشخاص خارج البلاد أو الإهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالسفر إلها علاقة بالدراسة الجامعية بالامتحانات والمقابلات ولكن اللي عنده امتحان أو مقابل بده يدرس ويستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء بتدعمك وبتخالفك فعشان يكي بتدعمك الشمس لأمور إلها علاقة بعمل جديد أو تواصل مع زملائك أو رواسائك بالعمل أو الدفاع عن سمعتك ولكن العطارد على أنه منتحس بيخليك مش مفهوم أو الناس تفهمك بشكل خاطئ فعشان يكي دير بالك من تشويه السمعة من بعض الكلمات أو تدخلك ببعض الأمور اللي بتخص أشخاص غيرك أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة فاليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء أو تعزز علاقة صداقة ما بينك وبين بعض الأصدقاء الأجواء إيجابية برضو بتساعدك بشكل كبير حاول أنك أنت يترفع عن نفسك مع بعض الأصدقاء اللي بتثق فيهم أما بالنسبة لبيت المتاعب طبعا القمر موجود فيه زي ما حكينا بدكوا تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم عدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم حاول أنك تأخذ فترة من الراحة وما تعرض نفسك للمسؤوليات يعني الفترة هاي المسؤوليات فيها كبيرة وصعبة وشوي فيها نوع من أنواع الفراغ من الحضوض خفف من وطيرة عملك وما تحسم أمر وما تنجرف وراء أفكارك السودة والهواجس برج الدلو طبعا لآخر يوم بعدين القمر رح يجع على بيت المتاعب عندك فعشان كل الأعمال الضرورية والمهمة اليوم بدك تحاول تنجزها ما تخلي الأعمال الضرورية تتأجل ليوم آخر لأنه رح يصير فيها نوع من أنواع الصعوبة في إنجازها أو تحقيقها فعشان هيك يحاول أنك تركز بشكل جيد الفترة هاي بد ما تضيعها هيك بالعكس يعني أنجز الإشي المهم والضروري اليوم رح تنشط مع بعض العلاقات أو مع بعض الأصدقاء أو بعض المعارف ممكن هم يساعدوك في مسألة أو ممكن يبادر بعض الأشخاص يعني يبادروا في مساعدتك في أمر ما الأجواء جيدة ودعملة إلك بالحركة والنشاط سرعة البديهة عندك جيدة وبرضو حيويتك عالية أما بالنسبة للبيت الثاني فممكن بعضكم يهتم ببعض المسائل المالية اللي إلهي علاقة بالمصاريف أو الدفعات أو الالتزامات أو ممكن تظهر بعض المصاريف المربكة اللي بتيجي بشكل مفاجئ حاول تهتم بوضعك المالي وبمصاريفك حاول أنك ما تعتمد على الوعود بالفترة هاي وما تبالغ بمصاريفك بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة وبتدعمك تعطيك حيوية وطاقة عالية جدا للتنقلات والاتصالات والحوارات ولكن بدك تحذر من تقلب المزاج عندك والعصبية في بعض الأوقات لا تحاول تفرض رأيك ولا توجه انتقاد أو كلام لاذع مبطن لبعض الأشخاص لأنه ممكن ينفهم بطريقة غلط وممكن يسبب خلاف ما بينكم اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة اليوم بفضل أنه يركز بشكل جيد يعني هو ما فيه إشي صعب الأمور بتمشي ولكن ما تتسرع بالإجابات ورتب أمورك بشكل جيد أثناء التنقلات يعني ما تندفع وما تتهور أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت شوي ممكن تظهر بعض الأمور المربكة اليوم أو تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالبيت أو بالعقار أو بتصليحات ترميمات مشتريات التزامات عائلية ممكن تظهر على ساحة أو حدث أو موضوع عائلي شوي يكون مرهق ويتطلب منك الإجتهاد لا تلطيف الأجواء أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا منقدر نحكي يعني بتحمل أشياء إلها علاقة بالحوار والنقاش جيدة في منك رح يتقارب مع الأحبة خلال هذا اليوم في منك رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالتواصل مع الأحبة زي الأبناء والوالدين أو ممارسة هواية معينة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتركز على أمور إلها علاقة بالعمل أهم إش أنك ما تخلي أعمالك تتراكم حتى لو بتعمل لساعات إضافية إنجز أعمالك وبرضو اهتم بزملائك فممكن يبادر أحد الزملاء لمساعدك في مسألة ما وممكن برضو تهتم ببعض الشؤون الصحية أو التقلبات الصحية خلال الفترة هاي أما بالنسبة للبيت السابع فهو قوي جداً وبيدعمك على مستوى الشراكة الشراكة العاطفية والشراكة المالية وأمور إلها علاقة بالارتباط أو توطيد علاقة أو تكبير علاقة من مرحلة صداقة لمرحلة ارتباط أو تفكر في زواج أو إشي له علاقة بالارتباطات يعني على مستوى شراكة زوجية ومالية وحتى الشراكة المالية أو مشاريع جديدة برضو الفترة مناسبة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء الروتينية على مستوى الأمور المالية المشتركة في منك رح يهتم ببعض القروض أو الديون أو حل وضع مالي معين أهم إشي أنك ما تبالغ بمصاريفك وملذاتك واللي عنده اليوم مسائل إلها علاقة بالقضاء المالي أو قضية مالية أو أمور إلها علاقة بالحقوقية يعني يهتم فيها وما يهملها برضو انتبهوا على أموالكم من السرقة والضياع أما بالنسبة للبيت التاسع فهو بعزز بقوة اليوم اتصالاتك الخارجية والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وممكن اليوم يعني تنشط بأكثر من اتجاه كحركة أو تنقل أو حتى يعني رغبة بأمور إلها علاقة بالسفر أو أي شيء العلاقة بالهجرة يعني الأجواء ابتدعمك حتى على مستوى النقاشات والحوارات العلمية وعلى مستوى الدراسة الجامعية والامتحانات ولكن إذا كان عندك امتحان أو مقابلة أو تنقل حاول أنك تدرس وتستعد بشكل جيد وتضبط حالك من التسرع والتهور اللي بيسبب لك يا عطارد اللي ممكن شوي يكون سلبي في بعض النقاط أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء بتدعمك على مستوى بيت السمعة فممكن تعزز من سمعتك أو تدافع عنها أو توطد العلاقة ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل وممكن اليوم شوي تنجز عمل كان صعب بس أهم إش إنك ما تهمله أما بالنسبة لبيتك 11 بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة أهم إش إنك ما تبقى وحيد بل سارع إلى المشاركة أنت بحاجة للنصيحة بانتظارك لقاء أو موعد ناجح ومميز ما تهمل واجباتك وكون منظم ودقيق أما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا الجدي هو بيت متاعبك وبما إن الكواكب قريبة صارت عليك فعشان هيك بتضغط بشكل سلبي على مسائل إلها علاقة بالعمل على مسائل إلها علاقة بالصحة وعلى صحة أحد الأحبة أو أمور إلها علاقة بالمستشفيات أو الرقابة الطبية فحاول إنك تتهيئ لهاي الأمور حاول تنجز الأعمال الضرورية وما تخليها تتراكم مهتم بصحتك برج الحوت طبعا اليوم جيد على مستوى العلاقات العامة أو العلاقات الاجتماعية فبدعمك بقوة وبعزز من علاقاتك وبعزز من معارفك وممكن يقارب أو يقرب بعض العلاقات والمعارف لإلك أو يبادر أحد الأشخاص لمساعدتك في مسألة ما أو تلجأ لبعض الأشخاص لمساعدتك في مسألة ما يعني يكونوا واسطة أو داعمين لإلك أو تحقق من خلالهم غاية ما يعني الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية دعميتك ولكن أهم شيء أنك تنتبه من الحساسية والتقلب بالمزاج عندك لأنه شوي هي اللي ممكن أنها تعطل عليك بعض المسائل يعني بدك تهتم بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثاني فالاهتمام رح يكون على المسائل المالية فممكن اليوم تحصل مكسب مالي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم يعني فيه فرصة لبعضك أنه يحصل على هدية أو مكافأة أو يعني شيء هيك يدخل السعادة عليه الأجواء إيجابية داعمة بقوة ولكن برضو بدك تحذر من المصاريف لزيادة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء بتساعدك على مستوى التنقلات والحوارات والاتصالات والنقاشات وحتى على مستوى الدراسة والامتحانات ولكن أنا بقول لك أنه يعني إذا كان امتحانه دراسة أدرس واستعد بشكل جيد لأن الأجواء مش داعمة بقوة عشان ما أغشك يعني ولكن هي بتساعدك بالحوار والنقاش طالما أنت مش معصد طالما الأمور لصالحك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة على مستوى البيت اليوم ممكن يعني يكون فيه اهتمام عائلي أو بيتي أو منزلي أو لقاء أو حوار أو مناسبة ما مثلا يعني تدخل الفرحة أو تدخل تحسين أو على المزاج عندك وممكن تكون طرف أنت في هذا الموضوع أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي منقدر نحكي أنه شوي جيدة ولكن اللي بقولك ما تبالغ بملذاتك بالفترة هاي ممكن تمارس هواية ممكن يعني تعمل تغيير حتى على المظهر على المنظر قصة شعر اهتمام تجميلي إيشي له علاقة باللباس مثلا برضو أمور جيدة توطيد العلاقة ما بينك وبين الحبيب أو ما بينك وبين الأحبة اللي هم الأبناء أو الولدين ولكن هي الملذات ما تبالغ بملذاتك أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا الزهرة بتدعمك بشكل قوي جدا على مسائل إلها علاقة بالعمل إما عمل جديد أو بتوكل لك عمل بيكون من وراء ترفيع لا إلك أو مسألة إلها علاقة يعني في إنجاز عمل صعب وممكن يبادر بعض الأصدقاء أو زملاء لمساعدتك في هذا الموضوع ويكونوا داعمين لا إلك انتبه إلى وضعك الصحي بس من بعض التقلبات يعني ما تهمل صحتك أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا ما في أي تأثير للكواكب بتتعاملوا ما بينكم بين شركائكم أو أزواجكم أو شركاء المال بطريقة طبيعية يعني على حسب طبيعتكم على حسب العلاقة على حسب أنتو كيف عايشين مع بعض يعني وضعكم الاجتماعي هو اللي بيحدد هاي الأمور ولكن بنصح أنه بالفترة هاي ما تخوض أي مسألة إلها علاقة بالقضاء أو القضايا القضائية أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا بتركز على أمور إلها علاقة بالأموال المشتركة والفرصة قوية جدا بتدعمك لتحصيل أموالها إليك أو بداية مشروع أو الاهتمام بقرض معين أو أمور إلها علاقة بالقضايا المالية يعني نفقة ضريبة تأمين تركة يعني أشياء زي هيك ولكن أهم إشي أنك ما تبالغ بالمشاريع أدرس المشاريع واستشير أهل الإختصاص ما في داعي للتهور بالفترة هاي برضو نرجع من أكد على مسألة الملذات دير بالك من ملذاتك بالفترة هاي ودير بالك على أموالك من الصرقة والضياع أو من بعض المحتالين أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء بتدعمك على مستوى أمور إلها علاقة بالتنقلات أو الاتصالات مش بقوة يعني هاي الاتصالات يعني بتكون على حسب طبيعتك مع أشخاص خارج البلاد أو أجانب ممكن تبحث عن مسألة علمية أو تبحث عن موضوع لغة ثقافة أشياء زي هيك وفي منك راح يهتم بدراسة جامعية أو امتحانات هذولا من قلهم بتكون تركزوا ما تعتمدوا على الحظ استعدوا ودرسوا على مستوى السفر بدهم ينتبهوا بس من تفقد أغراضهم خوفا من النسيان أو فقدان بعض مقتنياتهم وما يتسرعوا أثناء قيادة السيارة على الشوارع المفتوحة الأجواء برضو فيها نوع من أنواع الإيجابية ممكن تنجز بعض الأوراق القانونية والمعاملات خلال هذا اليوم والأجواء دعميتك أما بالنسبة للبيت العاشر طبعا اليوم مناسب لللي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح بالدفع بمصالحه وبيحافظ على إنجازاته القائمة ممكن تغار على مصالحك كثير اليوم وممكن يكون فيه يعني الفترة هاي هيك تكون أسوأ أو أنجح أيام الشهر لأنها هاي فترة امتحان وهذا بيت السمعة تأثير القمر دائما بيكون ثقيل على الأعصاب والمعنويات بالفترة هاي أهمش إنك ما تتذمر على مسامع أحد وحاول إنك تصبر أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى أمور إلها علاقة بتواصل مع الأصدقاء وممكن تنشط ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالأصدقاء ممكن اليوم تحل بعض المسائل أو الخلافات أو سوء تفاهم ما بينك وبين صديق ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأشخاص أما بالنسبة لبيتك المتاعب بيت المتاعب ما فيه تأثير للكواكب عشان هيك ما فيه شيء يعطل عليك أعمالك وما فيه شيء أنه يأثر عليك بشكل سلبي مطلق على المستوى الصحي المستوى الصحي مدعوم من الزهرة وبرضو بيت المتاعب ما فيه أي تأثيرات إذن الوضع والتقلبات الصحية هذه عرضية أو سريعة يعني بتيجي وبتروح أو بتتعافى منها بسرعة يعني الأجواء تقريبا إن شاء الله إنها إيجابية ممكن تهتم بصحة أحد الأحبة أو يعني زيارة مريض في مستشفى هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء